موسيقى وزير وصحة والحماية الاجتماعية خالد ديت الطالب يجري لقاءين يخصان جولة الحوار الاجتماعي من أجل انجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بصاح المنظومة الصحية في المملكة دولياً وبعد سنوات من رصد تحركاته رئيس الأمريكي جو بايدن يعلن مقتل الطبيب الجراح الذي تحول إلى جهادي وخطط لها جمعة الحادي عشر من سبتمبر أيمن الظواهري في رياضة الرجال يعزز صفوفه بالثمانية لعبين شدد استعداداً للموسم الرياضي المقبل مشاهدنا عدنا والعود أحمد نشرة نخبرية جديدة من كاب فانكتخبتانش أهلاً بكم البداية كعدتنا من المغرب حيث أجرى وزير وصحة والحماية الاجتماعية خالد ديت الطالب اليوم الثلاثة برباط لقائي مع كل من التجامع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام بالمغرب وذلك في طار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلقي بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة أي تطالب أوضح في تصريح سخافي عقب هذا اللقاء أن اجتماع اليوم يتي في طار مواصلة جولات التواصل والحوار مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن الهيئتين النقابيتين تمتلكان نفس التوجه الذي يهدف إلى إنجاح مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزري المنعقد يوم الأربعة الثالث عشر من يوليوز الفين واثين وعشرين برئاسة الملكي محمد السادس أضافا الوزراء استمعت للإكرهات والتخديات التي تواجه القطاع مضيفا أن كل مكونات القطاع الصحي تناسقه من أجل تنزيل المشروع الأصلاحي والقطع مع بعض الممارسات لما فيه صالح المواطن المغربي من أجل خلق ثورة في المنظومة الصحية بالمغرب دائما وبالعودة إلى الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش والذي أفرد حيزا مهما لموضوع المرأة المغربية من خلال يتأكيد على ضرورة مشاركتها في مختلف عمليات التنمية كما دعا إلى تفعيل المؤسسة الدستورية المعنية بحقوق المرأة والأسرة وإدخال تعديلات لازمة على مدونة الأسرة معنا للتعليق على هذا الحيز من الخطاب الملكي الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عتيق الصعيد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد أكد على تنكين المرأة كفاعل رئيسي في بناء المجتمع المتكامل هذا التوجه ترجم في العديد من الأوراش الوطنية التي قادها جلالة الملك بتبصر وحكمة شكلت مكاسب مهمة في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالمغرب لعل من أبرزها تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة بالإضافة إلى قانون الجنسية لذيذة من حقوق المرأة بالإضافة إلى إشراكها في أولوج مهن عديدة كانت فيما مضى حكرا على الرجل في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية أيضا تمكين النساء السلاليات من الاستفادة من ناسبهن في أراضي الجموع وكذلك في الحياة السياسية والتدبير المؤسساتي هذا التطور الإصلاحي المتلاحق الذي قاده جلالة الملك أفقيا وعموديا مكنها من أن تكون شريكا محوريا في عملية ترصيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة وبناء المغرب الحديث الخطاب الملك السامي دعا إلى الإصلاح المستمر للترسان القانونية والتشريعات الوطنية لتتلاءم وتساير ما يعرفه المغرب من تحولات بنيوية بغية تمكين المرأة المغربية ودعم موقعها في بلوغ مكانتها التي تستحقها لا سيما وما أحدثته الوطيقة الدستورية لـ 2011 من تحولات شاملة في البناء الحقوقي وفي بجال مأسستي ودمقرطتي المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق بطنجة بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار طنجة بن بطوطة خلال النصف الأول من العام الجاري 521 828 مسافرا وأشرت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن المطار استعد خلال هذه الفترة 87% من حجم النشاط المسجل قبل الشائحة موضحة أن عدد المسافرين خلال النصف الأول من العام 2019 كان قد بلغ 597 119 مسافرا بالمقابل فاقت حركة الطائرات خلال الفترة الممتدة من يناير إلى متامي يونيو من العام الجاري 6196 رحلة أي ما يعادل 110% من المعدل المسجل خلال سنة 2019 والذي ناهز 5636 رحلة جوية الآن إلى شأن الدولي حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمان الظواهري في غارة أمريكية بأفغانستان السبت الماضي أضح بايدن في كلمة له مسام سيالتنين بالبيت الأبيض أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام مشيرا إلى عدم صبت أي حد من عائلتي الظواهري أو مدنيين آخرين في الغارة أكد بايدن أن الظواهري كان العقل المدبر لهجمات ضد الأمريكيين لعقود مشيرا إلى أن أفغانستان لن تصبح مشددا ملاذا آمنا لمن وصفهم بالإرهابيين من جاتها رحبت المملكة العربية السعودية اليوم ثلاثة بمقتل زعيم تنظيم القاعدة الظواهري ووصف بيان لوزارة خارجيتها بأنه من قيادات الإرهاب التي تزعمت تخطيط وتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول العالم الأخرى في جديد الحرب الأوكرانية أعلن الجيش الأوكراني اليوم ثلاثة أنه استعاد مناطق في مقاطعة خرص في الجنوب من القوات الروسية في حين تلقت كيف مساعدة عسكرية جديدة اتهمت واشنطن القوات الروسية بينها تستخدم أكبر محطة نووية في أوكرانيا درعا نوويا وقال الجيش الأوكراني في بيان أنه استعاد أكثر من خمسين بلدة في محيط خرص كان تحت سيطرة القوات الروسية وضف أن وطيرة المعارك مع الجانب الروسي تشهد ارتفاعا ملحوظا جنوبي البلاد لا سيما في ميكولايف وعموم مناطق خرص على صعيد آخر أعلنت الإدارة الأمريكية حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى خمسمائة وخمسين مليون دولار وقال وزير الخرجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن حزمة المساعدات العسكرية الشديدة تتضمن المزيد من الذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة هيمارس وأنظمة المدفعية من عيار مئة وخمسة وخمسين مليمترا والختم بالرياضة حيث عزز فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم صفوفه بثمانية لعبين شدد إلى جانب تجريد عقد لعبه محمد المكعزي ذلك في إطار استعدادات النادي للموسم الرياضي المقبل وعلن رئيس النادي عزيز البدروي خلال ندوة صخافية عقدت أمسي الاثنين بأدار البيضاء وخصصة لتقديم اللاعبين الشدد علنان الفريق تعاقد مع ثمانية لعبين شدد وبالمناسبة قال البدروي إن إدارة الفريق ستواصل انتداب لعبين شدد استعدادا للموسم الكروي المقبل والتنافس على مختلف الألقاب مضيفا أن هذه التعاقدات تأتي في إطار حرس الفريق على توفر الكتيبة الرشوية للعبين على الخبرة الإفريقية وبخصوص التعاقد مع مدرب شديد خلفا لرشيد التوصي الذي أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم الماضي أكد رئيس نادي الرشا أنه تم تعاقد مع المدرب الشديد فوزي البنزرتي لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل بمساعدة مواطنه التونسي عماد بن يونس وهشام أبو شروان مشاهدين ختم نشرتنا الإخبارية من كافة ذنكتخ شكرا على متابعتكم دائما لمزيد من أخبارنا وأخبار العالم زوروا موقعنا الإلكتروني كافة ذلك نعود ونلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة